مع التخطيط الكبير لإيجاد لقاحات وعقاقير تقضي على الوباء الخطير في الزمن الحديث إلا أن ملايين من البشر في شتى بقاع العالم ما زالوا يرفضون تلقي اللقاح الذي يقيهم من أعراض كورونا المؤذية بعد شائعات وأحداث قادتهم إلى قناعة مفرطة زادت خشيتهم من تلقي اللقاحات في نيويورك أصبح سكانها على موعد مع تلقي الجرعة ومكافأة مالية قيمتها 100 دولار بهدف تطعيم أكبر عدد من السكان متحور دلتا الأكثر خطورة أضع المدن الأمريكية كتلك العالمية في دوائر اتخاذ قرارات من شأنها مواجهة انتشار المتحور الجديد بعد أن أصبح الحديث عن موجة خامسة مثار قلق في عديد دول العالم الفكرة وتطبيقها انعكست أصداؤها في الشارع العراقي بعد أن أصبحت أرقام الإصابات مرتفعة بشكل قياسي في البلاد وأمام مواجهة مستمرة من الجهات المعنية في مواجهة الفيروس التاجي بمتحوراته الخطيرة سيما أن هناك نسبة لا بأس بها تؤخر القضاء على الجائحة من خلال عدم التزامها بإجراءات احترازية ونسبة أخرى ترفض تلقي اللقاح فهل يلجأ العراق لتطبيق فكرة المكافأة في ظل وضع الاقتصادي الصعب أم أن هناك حلول أخرى لمواجهة الجائحة التي بدأت تزيد خطر القضاء على أرواح العراقيين موسيقى 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 المترجم للقناة